اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي نفس الوقت اشتركوا في القناة بعد حرف وفي القناة اشتركوا في 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 القناة بقى. يعني الاتنين تعريبا عنده بقى. يا ما انت اقول انت بتكبر والتانية بتزغر. لازم اتنشى المرحلة واحدة بيروح بصغرة. دي بتزغروا لي? بتكبر. لازم في المرحلة يا بقى الاتنين. عنده بقى. المسافة من ايه? بعد كده تقول نوتس. لازم تقول نوتس مهمة على الويبس. قلنا الحاضر الغائب. فيه كاربا حاضرة في قلبك. لكن غائبة في التسجيل. اشعرها الاترال ريه هو زيش. لماذا لم يسجل? هتقول لانه ماسك بيكوريس. ثم ماسك بيكوريس. ثم ماسك بيكوريس. ثم سبب اخر روش في الكتاب. حتى لو ما فيش جوع ريس خالص. منلاقي مش منسجل برد انه يعني فيه حالات الايه هاشتغلوا المنتج لماشتغلش. طب هنا ليه مش باين? لسبب. اخر روش عشان كده انا كتبت. عشان انت عالتم صحة. ما تسألش روحك سؤال بعد كده. طب المنتج لماشتغلش. طب راحت بيه ليه اتريب مرازيش. مش حاجة خبته. ليه ده اقرد نوعية. حتى لو مش حاجة مش هيتسجل. عشان كده قدنا السبب ايه? للقوائم. طب فين كهرامة ونبيب رشادة يفهبوا الاس نود والاب نود. ليه? ليه مش باينة تغطى الاس نود ايه? دلنا السؤال يا را عاوج الناس مفتيش الغاية. طب نقولنا قود التغربة منتناسبة معه. الناس مفتيشها. نيجي اشهر نود بقى لازم تكتبها. وقولنا الصعوبة فيها في السؤال مش في الاجابة. ان الار بتمثل دي. والتي بتمثل ريه. طب في النار لنبصل كان اتعلمنا لما تدير اخوان يعني فوق. لازم الريه يبقى. يبقى بنفس المنطق. كان مفهول لما دي تبقى تبقى دي. فالسؤال هو اصعب بالاجابة. ليه تي ويت? انت سين داريكشن وار. مع ان واحدة بتمثل دي والتانية دي. والاجابة كانت سهلة جيه تانية. لان دا لاست بارتو بي دي بولارايز. ان دا? فيست بارتو بي دي بولارايز. هم اختلفة مش بس في شحنة. لو اختلفوا بحاجة واحدة الشحنة واحدة سهلة واحدة مو بتطلع دل فوق التانية من تحت. لكن هم اختلفوا شحنة واتجاهن. والماذا البصير بيقول نافي نافي. اسبالي. اصبعش كده تطلع عندنا سين داريكش. انت في شور جردوم له واحدة سهلة. كل الطلبة حفظتها بسهولة شديدة. دا لاس بارتو بي دي. دا فيرس بارتو بي بي. وحتى ردتها بالعكس اللي جابه برضو صحيحة. دا النور. دا بسيط. مش كده. خلو بقى لما نيجي نعمل مراجعة بناخل ساعة تانية لها هذا الكلام. دا اينان. ايه في اسم الاسئلة وبيكتك بي عينها. نكمل بقى. انا بيبيع حاجة صعبة. معادة كده بارتو اننا هنفهم بعض طول شوية. لازم اعيدها تليم. بس ليه ما معاودش عيدها في الحصة. لازم في حاجة اسمها. ناخدها في السيكولجي اسمها انتربت. يا عمد. سيبها شوية. ترجع بتعيدها بتزميط اكتر. بنتقعد ايدها هرا بعد اتنقش المرة. بسي ممكن احد يبقى. بسيهوصل. بتعيد من كتر العالم. ما امش قادر. عيدها بتعيدها ومش معاي. لكن تجايد دو وقت ياهو فريش وكويس. الله بنعيدها تاني. دا صح كلام بسيط. صح? كامل بقى. فهذا اللي نتكلم على السيجمينت. في عندي حاجة اسمها بي ار سيجمينت. وفي عندي حاجة اسمها اس تي سيجمينت. فاليها صادق معاك في الورقة صفحة عشر. بي ار سيجمينت. اوصب اللي انت شايفه اللون الاحمر. من حاجة نتكلمة فوق. ما يسمعها بي ار. طيب. السؤال بتمثل ايه? طيب افكر بليو. لوقتي البي بتمثل الديفلوريزيشن اف? اتري. خلاص. والار بيو ارسي تمثل الديفلوريزيشن اف? بنتك. يبقى مية المية الانتقال من الفيل الارض. هو الزمن اللي خليته بكهر. عشان تنتقل بلي افكر. لالبنتك. طب معظم الزمن ده بيضيع فيه. ما عارفين ابطع حتة في الانتقال افكر بنتك. هو في الابي نود. الابي نود. ده بقول ده الناس اللي حضروا معاه الكريش بورسل. مرة فاتت. ان العودة في العودة. العودة نود يعني عودة. العودة فيه يقضح حتة بلادي. ده الابي نود يقضح حتة. افكر معظم الوقت ده. يعني ليه ما جاش البنتكين ورا الابي عطود. دي في مسافة. لان الانتقال من الابي نود. ليه يقضح حتة. معلناش الوقت بس نقولها انها اتمنى فات. ليه ايه يقضح بطيئة? هو اتقال الكهربا بيتم من خلال الجاف ايه? انتركالتد ديسك. صح قلنا كل ببين كل فايبر وفايبر فيه اورس. اسمه انتركالتد ديسك. وقلنا عني انتركالتد ديسك. مين فات? يا جماعة عاوز ان اعلمكم حاجة ما تحضروا محاضرة. وحد بيقول كلمة دي معناه هاي. كانتد يعني محشور. ديسك محشور ما بيه? عاش كده تسمو انترك? ما ينفعش العلم ان احنا. لا لا في البيبر. سوريا. ولا في العناده. ولا في الشارح ملزم يقولك بماذا تعني تكلماني? عمونه كل واحد في اسمه فكر اسمه ده سبق اسم. ايه معناه? حتى متملل ما طالب وقل لي اسمه ويبقى الاسمه لانتحافز كل اسمي. فاقوله فهمني معنى الاسم. خلاص? معظم هاستبعش. يعني ايه الاسمه? عاوز يعرف اسمه ده معنى ايه? معظم. فكر. اعوز انا فكر اسمه. طيب. فبليز لازم تبقى عادي. ما ينفعش نقول اخر ناحية انتركيات التنشف. عليه انتركيات التنشف. كلمة معذرة. ما بين فايبر وفايبر في ديسك محشور بتتنعي من القاربة. بس فهمو انتو كليل. فيه خرم هو ده للبر من القاربة ما بيش تريد ديسك اللوها اسمه جاد. جافش. واللي خروم كتلة. يبقى انتقال كاربة سريع. الخروم قلت. يبقى انتقال بطيء. فالاب نود ليه بطيءة سهلة? لان عندها اقل عدد من الانتركياتيج وبالتالي من الجاب جونكشن. ده مش عالينا هنا جوبة انا بيراجع التنشف لفايب. فاللي بتمثل ايه بي نود. طب ازا ما بياخد خالق دي? قالك من ستة من مية الى عشرة من مية من الساكن. من الساكن. ستة من مية الواحد من عشرة يعني عشرة من مية من الساكن. ده ؟ ننيجي بقى اللي بعدها اللي هيا ايه ايه ? ستي. اس دي. تقسها منين? ستي. من سايه يا ريو. يعني فيه نمر فنتاخدها كنب بلاش بس بيتفق بالهلوم. اسمها اس تي. سيجنل تقليزوها من ال اس الى هنا دي بقى الحقيقة الاستيسيج من الدين اهم بما راحل من الر وما مش مشروحة بصورة جايدة فهنا عاوز افهمها كويس دلوقتي اجي البنتك اللي اواجشة بكتور بنهاية ال qrs بيبقى كل البنتك اللي حصلنه دي بقى الوحيد اللي كان الوحيد اللي كان الوحيد اللي كان المهم؟ المهم بنهاية كل البنتك اللي كان في حالة صح؟ يعني كله نيجاتف يبقى بالعالية لو حطيت الكترود هنا على نيجاتف وإلكترود هنا على نيجاتف هل يبقى فيه فرق في الجهد؟ ده نيجاتف وده نيجاتف ايه بقى؟ الكعربة هنا زي هنا يسموها ايزو إليكتر برضو معنى الكلمة ايزو يعني مساوع الكعربة هنا مساوع هنا زي ما قلنا ايزومتريك المكيام الثالث ايزوتوليك سابق البط فإيزو إليكتر جاء الكعربة هنا زي هنا يبقى فكر به لو ما لهاش لعب الطب جالفانومتر ما لايشي دي جالفانومتر حاطت الكترود هنا والكترود هنا الكعربة هنا زي هنا يبقى فيه فرق هو يبقى المؤشر يتحرك ما يتحركش فاهم حاجة ان لازم تبع الخط ايزو إليكتر يعني ايه ايزو إليكتر يعني تعني ان الكعربة هنا زي هنا هنا وهنا زي بعض يبقى مفروض ما تتحركش الايزو إليكتر بقى تعال فكر لو حصل انصر اهانة القلبة بقى حتة في القلب بازة انجي هنا حتة دي حصل لها انجي يبقى الكعربة هنا زي هنا يبقى المؤشر يتحرك في موضع ما كانش ياجد يتحرك فيه يبقى ايزا التطلع لفوق او حسب حكستها كده او كده صح حسب واحد من اهم الحاجات في التي سي جي واحد يجي يقول لي هو قدي سليم يا دكتور هبصت ايه عشان اعرف سلامة قلبه هبص في الاس تي سي جميل في الاثناشر جيد لو الاس تي سي جميل انت على الخطة مظبوطة عايزو إليكتر ان الكعربة هنا زي هنا بقى قلبه سليم لان لو في اي حتة انجرك في القلب هيبقى هنم ازاي هنا هنا السليم في نيجة وهنا مرفهوش نيجة فيحصل الحاجة يسموها انجي كارات يعني بقى في فرق بقى بيحصل طيارمة منهم فالنيدي تطلع وتنزل في موضع ما كانش ياجد تتحرك فيه يبقى سلامة قلبك ميني يا دول اللي علي تعليمها دي حاجة وهمة جيدة مفترض بالاس تي تي سي جميل ازاي ما جلنا عال نقوله قلبك سليم وانا بس سليم بنبص بحاجة واحدة بس بالاس تي سي جميل لو قلبك سليم يا خميل مفروب بالنهاية كارات كل الفانتكين دي كله عايزة كله ناجاتب هنا ناجاتب ولا ناجاتب لا يوجد فرق بالايه؟ بالجهد يبقى بعد كارات ناجاتب ميني لكتازم لو قلبك سليم لكن لو فيه حتى متعورة هنا بزي هنا تتحرك في موضعي كان لا يجب ان تتحرك فيه فاهم كلمة نحفظها في حياتنا لو بيه كلمة واحدة في الاس جي جي الاس دي سي جميل شود بي ايزو الاب هناخد لما يتعور بيحصل جلطة في الاب بيسموه مالكارجال انفاركشن هناخد لها الوقت انفاركشن يعني في اصابه في الاب اللي حضر معي الجلطة بتلهم واحد في كل ثلاثة في عالمنا هزا بيموت من جلطة خطأ في الاب مالكارجال انفاركشن صور؟ لو اكسبت البيعه او راح وصحوله او ميت جلطة بازت حتى بالقلمة بس حتى كيف؟ لو بطس حتة صغيرة بليش؟ في ناس جدها مالطة بليش؟ لو حتة اللي وصالت ايه؟ فالباقي كل مش تعمل لكن حتى حتة صغيرة بعد شوية بعد كم سنة مرعاش الاكل والجزاء والعلاج حتة تاني حتة كانت بالقلمة في الاخر ما اشتغلش؟ ولو من الاول حتة كبيرة من الاول مرة يموت واحد كل كان في عالم هذا؟ ثلاثة اهم السبب وهو الوفاة نعرف ازاي سلامة قلبك من عالمين وتبص في البيتسين البيتسين من في الاثناشة وبيتس في اهم معلومة عشان نقول قلبك سليم ماء في الماء تشوت بي ايه؟ ايزو الاجتبك فاهل ليه؟ لانه من ايه؟ ايه يدبط يقر اس؟ بيبقى كل الفنكل دي فواجز هنا نيجا دي وهنا نيجا دي زاي بعضك ايزو الاجتبك يعني مثل بعضك ايزو يعني زاي اعربة هنا زاي هنا بيبقى دي دي ما تحرقش بيش فاني قوله بيبقى السي سيجن انتباع الخط ايهام المعلومة في الاتناشة فيه عيد مصمول عبد الله. كواحد مارس الاس جي في غرف العبليات سنوات طويلة. بدي اكتر حاجة تخوض. ملعوب فيها يبقى في حاجة في القلب مش هزبوط. كده قلنا نيجي للانتربال بعد كده. قلنا ما هي الانتربال قبارة عن ويف مع سيجمين. نيجي فيه عندي اتنين برضو. بي ار انتربال وكيو تي انتربال. انا شلت طبعا اليو. لان اليو في معظم الناس مش موضوع. بص يا شباب. بي ار انتربال اهل. من البجيننج وف فيه ودا بجيننج وف آر. بي ار. ار ار فكا فمؤظم الناس مفيش كيو. يعني في معظم الالي دي اسو. مابيبانش كيو. مابيبانش كيو. البرجر على بي ار في معظم الاللي سے ما يبانش. فعش ايا ممكن اقول بي جينيك او فيه لكيو او لكيو أو او ار. لانا في معظم الناس مفيش اساسها. بصوا معاك. بصوا دي عاوز فين. يبقى هل البي معانا ولا مش معانا؟ معانا؟ طب يبقى الانترال دي تمثل ايه؟ نحسيبها. البي تمثل اترال دي. تلوبين؟ يبقى الانتر اللي تمثل اترال دي بي ص فين قavoirوز. لزع اللي حتة دي اللي هو الزمن اللي خليته وتهرب عشان تنتقل من اترال له. يبقى البي هو البي محسوبة بي ايه احفظ. ю встретgypt البي معانا. بس الار مش معانا. برا الار برد هنا a وبجين. يبقى البي معايا ويهيه? البي بتمثل اي فالدي? والبي ار تمثل اي بي نود. يبقى تمثل اي بي نود. يبقى تمثل اي بي نود زيك؟ في اللي دي بي باضي. سحبينت اعرف بالظبط يعني. مدتها لديه. طب احنا قلنا البي كانت اكتر شوية من امانية مية. ودي كانت ستة الى مية الى واحد. دبقى ما تجمعه مع بعض قال لك في حدود من 12 ممية لعشرين ممية ما صحش تبقى أقل 12 ممية ومش أكتر من عشرين ممية ممكن استنتقى بيه حوالي واحد أكتر من ثمانية ممية عن واحد بيه حوالي واحد يبقى توصل أقصى حاجة فيها كم؟ عشرين ممية وأقل حاجة عشر ممية اللي ما كتوش الزميف واحدة من أهم الموضوعات إمتى تطول إمتى تأثر؟ دي أريد ديراني مهمة جدا جدا في الاس جي ما نفعش إن ننهي القصة كده نختابها زي الكتاب الله أنا بدلت الدراسة وده العلم عشان خطر نبعد كاترة عشان نبعد كاترة طبعا عش كده قلت نذكره أطوأ شوالي حاجات مهمة جدا مش هطول على هذه الضعط الكمية لأنا بالعكس أقل بنصر الكمية كده أبتل لكن في علماتنا الأمر دلوقتي لو في حاجة بتعوخ الكندكشن من كده مش عارف يعد من ده يسمون بلوك في حاجة بتبنع تقربة من تسموها بلوك أو هارت بلوك واحد من أشهر أبراد في الألف يبقى إذا يبقى إذا يشخصوص ذلك إن هو برونج البي آر إنتربل البي آر إنتربل طويلة البي آر إنتربل أخرها اللي فاهم قوي عشرين من مية ميلي ساكن لو نحن نقول المربع صغير باربعة يبقى خمس مربعات ورع المربع كدير لازم البي آر كده إحنا ما مندورش على مودة منبص على ورع لو لقيت البي آر إنتربل أكتر من مربع كدير خمس مربعات صغير لقى الراجل ده الكهرباء بتاخد وقت عشان تنتقل بالإتره إلى البتجل اللي عنده اللي هو عدد كبير جدا من الناس في عالمنا هذا عنده مرع لحالة دي وعايشين بك الكهرباء بلوطيئة مش عارفة بسهولة بالإتره البتجل بالباب ببي آر إنتر نفكر بزاكات في حاجات تانية تفهبة تأثرها او تطولها احنا قولنا هو بيمثل إيه الانتربل اللي بيمثل الاترال دي فولارزيشن دائد الكوندكشن فروم ايترى تو بنتك ههيب لفس الألوان الاترال دي فولارزيشن دائد الكوندكشن فروم ايترى تو بنتك في أول أهم حالة في العالم تطولها إيه إن يبقى فيه أاترومنتريكولر بلوك أو أاترومنتريكولر بلوك طب فيه حالة تانية مالهاش قيمها إن الواحد عنده تضخم في الإترى إترى اللارجل فيه دق في السمام اللي قصد الإترى فالإترى دائد في المجهود جامد اللي تجي دق فالإترى حصله إيه تناخت يبقى هنا في الحالة دي الوقت ده هيتطول كده وعليه هتطول يبقى تانية حالة تطولها اللي هي الإترى اللي هو عشق تانية حالة لو شغلت البيجاس البيجاس بيسمع لو يبطع ده فهياخد وقت يبطع ياخد وقت ايه؟ طويل دي أشهر طلت حالات في العمل بس يقولها بطريقة الصحة دي لما يسألني عين المنتحن إمتا تطول البيجاس بيكستير ده إجابة هيتسألك لنهما مش قالين كتابنا ومش عارفين الزليل ما كتابش حاجة بالأهمية دي فهيفتاج إنهم مش عارف إمتا يقول البيجاس بيكستير سم ثم 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 لو في تضخم في الاتر هناخد وقت طويل او لو في طبيبتها تقصر طعم فرق لو أنا بلعت بالس إنود هنا قدي الزمن اللي هاخده عشان قطرة اتنين صح؟ لو بازل الس إنود نموت ربنا عامل إيه؟ يبقى هشتغل بالإيه بي نود طب بالعاق لما أبدأ من هنا وعاوز أروح البنت كده لكن لو خدت بدأت من هنا أخد وقت قطرة قال فأشهر حالة في العالم بتأثرها بالإيه بي نود بنت واحد الشغال بالإيه بي نود شغال بالإيه بي نود فلا بيعد البنت كعطول فالإنترمال دي تبقى؟ وده زي من شخص الإيه بي نود بايزر لعنده شغال بالإيه بي نود ده حاجات كتيرة واحدة بي نود دي إن البي أر إنترمال وسهارة يبقى ده بتنقضوا سرعة جيدة البنت يبقى مبالكش من فوق بدأ من إيه بي نود إيه جميلة متفكة؟ هو لو عملت Sympathetic Stimulation Sympathetic بيخلي كل حاجة سريعة فتاخد وقت سريعة تاخد وقت إيه؟ أنا زوغلت إن الزميل فاضي كتيريال البي أر من غير ما كتمننا أهميتها إنت تطول إيه هو لبناخدها إيه بالأول لو ملاش أهميت هلنفك؟ تطول؟ لو مش عارف عادي اليتر ثم 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 أو لو في تضخم في اليتر أو لو في حاجة بطاقة لا وانت تقصى لو بدأت من نقطات أقرب من البيت كده لسه نوب باص ودأت من الهين بعد عضول أخذوا حولي ثم إيه بي نودا ريتر ثم إيه بي نودا ريتر ثم إيه بي نودا ريتر نستميش فأنتو هتجاوبوا إجابة مختلفة عن بئين طالب كونا وهنا فقط تصمعها أولي أنا مش مش دي نسمع كتاب الوظارة هنقول لك كل اللي في كتاب الوظارة بس زيادة شوية مش زيادة كتير مش زيادة كتاب الوظارة بس زيادة كتاب الوظارة بس زيادة كتاب الوظارة من هنا عاوز أروح هنا لنقطة البداية وعاوز أروح هنا دفت أخذ الوقت أطول من لو بدأت من هنا من نص المشوار لو بدأت من إيه بي نودا هاوصل بنت كلمة مية أسر دكتور محاجمش لقتي دي وقتي دي وقتي اكسر هوا هتبقى بصوا رقا بس أنا مش حاجة هشرح لنوه بقبش في حاجات زيادة في حاجة تاني بنشخص بيها الوظارة ان بدل ما الكهربا نازلة من الوظارة هتبقى هتروح للإيترا طالعة يبقى التعاكس يبقى الوظارة ادي ازاي بنشخص الوظارة بس أنا بقى مش حاجة عادة طولة انا جاء هنا وليكم معلوماتي في الاس جين بس هتقاله حاجات البيكسي يعني هتشخصها بحاجتين لو بدل ما ابتدي من الاس لو بدل ما ابتدي من الاس نوتك الكهربا مشي الكل طب لما ابتدي من الاب نود تترع الكهربا بزاي كهربا تبشي بالعكس الكهربا ولازم الكهربا مشي بالعكس بقى البي تبقى وفي الناس هتحوزها بسرعة بقى شورت بي او انت البصر بازة ده عطول نقول لعدة حبدو ايه بنونا بيزة بستاذة قلتنا حاجة مش كتابة انا بازلت عشرة من الاس احنا موضوع ايه بي او انتراب بي او انتراب ايه اه مين؟ قوتي انتراب مش عاو صعر بتتسهل من البيجين بيجينة يعني هنه كلي بيجينة بيجينة هنا بجينيج تو ايه؟ لما هنا بجينيج وف تيو؟ تو اندوف تي. يبقى الكوع الاس معانا ولا مش معانا؟ معانا. والتي معانا ولا مش معانا؟ يبقى بتمثل ايه دي؟ اهي ما كتوبه صادق. بتمثل اهو ديبوليزيشن بلاس؟ ديبوليزيشن. كات؟ تمثل الوقت بتاع ديبوليزيشن وريدوليزيشن بتاع البنتك. يبقى نجعب الاكل ها؟ لان الكوع الاس اللي بتاع البنتك هو التيب بتاع البنتك. انت سيجيك. انت فسيجي كل عاص تفكير. مش حافظ. انت فهم كثيرا تحفظ قليلا. انت بتقولي من بداية الكوع الاس. ما كوع الاس معك. اللي هي اللي هي لنهاية التيب. يبقى التيب معاك. اللي هي بتمثل التيبوليشن. يبقى تمثل الزامن بتاع الانتكوار ديبوليزيشن عن الانتكوار ريدوليزيشن. خلاص؟ طيب. بصوا معاك السوادي. السوادي بصوا. ده اللي بيمثلوا الكو تي. وعش كده دلوقتي فيه سؤال لطيف. هنا. قال لك حط ده على الاكشنبتينشن. خدنا الترميليفاك اكشنبتينشن ده بيمثل ديبوليزيشن وبين. صح؟ والريدوليزيشن كان كده تراي فيزيك. صح؟ فيزيك بالشكل. انا الترميليفاك على انتكو ان فين الديبوليزيشن هو؟ وفين الريال؟ الريال ريبوليزيشن ايه؟ بالساندكوار. وبعدها ديبوليزيشن وده ريبوليزيشن. طيب. ده ايه فرق بين الاكشنبتينشن او مرة تعطوها مرة وبين الاسيشن؟ مرة دك اعربة ودك اعرب. ايه فرق؟ لو مقلتاش ولا طالب هيهيوعد. مقيت السر مش لها ايه فعلي منه. فهيديك اعربة وديك اعربة. الاكشنبتينشن ده كعربة. الاكشنبتينشن يا بابو. كنت واحد يفتحوا ده لكم. ده بتاع وان وان. كاردياك ماسل فايبر. يعني الشكل ده اللي خددتنا من الفايبر. ده بتساجل من ايه مش منها؟ من ماسل فايبر. انما الاي سي جي هو مبنوع الفايبر. بتاع الهارتكول والصم بتاع الفايبر اللي نسميناها دكتور. انما العلاقة ايه هي؟ نبقى ايه الفعلي من اي سي جي اهو فهربة والاكشنبتينشن كهربة. نبقى اقول لحماية اللي تنبلي فايب. الاكشنبتينشن ده بتاع ايه؟ طيب الراحل. انما الاي سي جي ده بتاع كل الهارة. انما من نفس المنطق. الاسسان يجيين هنا بيمثل ايه؟ يبقى ييجي مع ال QRS. طب والاسسان يجيين بيمثل؟ يبقى يجي مع ال T-Wave. ايه اهم حاجة هنا سؤال في ال MSQ? ان ال S-T-Segment مع البلاتون. لما يقولك ال S-T-Segment جاء مع ايه؟ مع البلاتون. ال T-Wave مع ال S-T-Wave مع ال S-T-Wave مع ال S-T-Segment طب ال S-T-Segment مع ايه هنا؟ مع البلاتون. كلام بسيط خلص. طب ال INP ما بيتطول امتا بتقصر ال INP? كلام ال T-Segment. يا بابا لو ال HART تشتغل بسرعة. بسرعة اللي ياخد زمن؟ أقر. يبقى بتقصر لو جاد ال HART. تريد. وتطول مص ال IDI لو L للهار. تريد. 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 تريد مصيد خلص. كده خلص السؤال بتاع normal ISG. بس إجابة ايه بقى؟ متمايزة مش مش حد لهم عنوات. ال Waves لوحدها. ال S-Segments لوحدها. ال Intervents لوحدها. وزي ما بيقول الناس اللي بيحضروا معنا اول مرة اللي فاتكم يا شباب هاعدهنكم تاني بس. لما اجتدي الدراسة ومفروض كل طالب جيه بقى اللي كان في برة ووجيه من الخارج او. هعيد ايه فات كله ليه الناس اللي محضروا اش. بس احنا التطبيق ده اش عيد من دلوقتي. دي عيد دلوقتي ابو لباح دي جيه زبوع جاي. عيد داين. يعني استخصارات يا وداين. انا مش هدل العهادي خالص. كل واحد يلحق بينا. يلحق بس ولا هنعيده دلتاني. بعد ما يبتدي الدراسة مش مانزل انا بجيه عادة. يقولتو مش هعيده دل بعد بعد دراسة وكل واحد جيبها. اعيد. مش للا حضر. لو حضره فاصل هيجي ده اعودوا يسمع تاني ما هو محضر. حافظوا معاق. مع الناس اللي. زي. بتبني الفات بيس لها كده بعد شوية هبقى. كل الجمعة اللي يجيب. بقتصارة الناس اللي عاوزة تفهم عاق. اعيد زبن الفات. اعيد. كناش كورسة اميب. ما عاوزة يفهم. ايبا التاني. لما يجي لك نورة الاس جي. طريقة المثلة في اجابة السؤال المثلة. سيبا. انا بتكتب ويبز. وما بين الويبز سيجمينت. ويب مع سيجمينت اللي ساميها ايه. والموضوع عاوز تفكير. لما تقول لي. كيو تي. من. كيو تي. كيو تي. كيو اس معاك ولا مش معاك. تي معاك ولا مش معاك. يبا ازا بتمثل ايدي. تقريبا نص الصيكل. اربعة من عشرة من السابق. نين من عشرة اربعة من عشرة. تسرع هتاخذ وقت علاين. تبطع هتاخذ وقت. كلام بسيط خاطب. حطها دي. دي اسمة مهمة جدا. حطها على الاكشة. على الاكشة وتج. ناس توقف شرقة وتضيبا سلسل بشباها الايادي ودي ايدي. لق worst step. وا دي كهربة بتاعت بتاع التجهر اهي. لنا acredito biriman. بس هي هي. ده ال di وده ال a. الريق. فهنا الاسسنننج ليم بيوماس اللي بوضشان في فايفر. يبقى اتناسك مع ايه? مع الار اس انتو بس اللي بوضشان بدي. فين الريق دي السنننج ليم سينا في الاكتلاب بتاع التلم اللي بدلي قول لها كل ده الريق بوضشان. الريق بطي شرطه الهو هو الاساسي. فين الريق دي السنننج ليم لهو ده? يبقى مع مع الدي. طب البلاتو. وهم سايد مع الاس دي. سهلا. مش فيش حاجة سعادة. بتشرح الاول طريقة المنظمة بتاعت العبد الله ثم سيجمينت ثم كده فقط عطول اتقفل السؤال. انما نحطوهم على بعض كان هرب يقدر انسيت اكتبدي وانسيت اكتبدي وانسيت اكتبه اي حاجة اي حاجة. ما عشبت لبس العشقي النظام. وبيس حافزوا على عدد مش عاوز الزحمة او لان الزحمة بتكزهوست اللي قاعدوا اللي بيشرف. هتوطبوا روحكم كده بعد المتناسبة. ما ببيس. يعني هشكر شكر خاص الناس اللي هي فعلا بتقدر تيجي مجمعة وبالتالي هتربع العدد اهل. بس لبان احسن ويخفوا مش يوهل عن بسه. لنو سبدي كان كاليف. اه اه او بس. اه او بان الانتاحه. بنتدك ليه انا انا عاوز اطلع الاولrightي اللي عمدك اخدك شورة واحدة من ادام ولا اه اخدك من كل الاتجاهات؟ بس تبتك بحتى نهيه انا الجدول بقولك ده بيصور من تحت زي A, B, R بس اصور من تحت ال A, B, F اسم اللي بنحاول نصور الهارت من اتجاهات عديدة عشان لو انا صارتك من قدام ممكن في حاجة في الجنب انا مشكرك لو باخد صورة بالجنب اشوفها طب حاجة هنا اشوفها صح ده الفكرة بس قلت ان فكرة ال Lean Bleeds فأني مستوى Lean Bleeds فرانك لكنiganですね ايه النقط اليه المسطار الياجبع كل النقط ده chod في حاجات نجيبه الجنب والي حاجات نجيبه القدم وخيات نجيل고 elite هم قالوها كده. يعني خلاص. ما قلتلك يعني تقولها بي كيو بي ار مش فقط انه في موقع فيه ليدز كديرة نص ليدز بالظبط ما فهمش كده. معنى؟ ايوك. لأ نعلي الصوب شو هيا. يعني ايه؟ نبتدي من اول الليد. من كلمة ليد. انواع الليد وعنى انك تولى 12. بعدين انتوا عارفين انوا في اخر السنة او رسا مش عارفين ايسا ان احنا عارفين. لعد الله في الاخر المذكرة اللي معك دي بي اختصرها تاني. ايه؟ لانا عارف كراتوب التامين دي. بحط اسئلة بس. كل حاجة وخطة قابلي عشان تعرفوا فدأ فين ومتال فين. السؤال ده من نظر مهم. يعني بديكوا نفس المذكرة مش مذكرة اخرى انه ولا طيب اطلقوا اطلقوا اطلقوا. ده لو في حاجة حتى فيها الحرف مش باين انا بعملها قصل لازل المعلمات. بس بالاول لازم نحط الفلش لعد كل الموضوع. معنى فين فين الاسئلة بتاع الاسئلة كما هي ده اللي ايجابها. حتى تقول ايه يا ده المذكرة هي او رجي صغيرة في صغر الاسئلة. ما تحس كده ايه تبحانك اعبا بصورة. الاسئلة كده في وراء يقضل. وبعلمها ما بنتوقعش لا يوبا الطاق وعند عبد الامور كل الاسئلة. بس بصورة مطلوبة بحرفية وبميلة وبريس. هتشوفها. كل حاجة عمدانا ايه حاجة. والمضفن شويس ما انتو الناس اللي حضروا معايا فين مذكرة على اللي طاق من شويس. مركزين عن التعلومات بتاع الكتاب عشان لا عاوز الكتاب اهو محطوط في كلمة. لكن حطين زيادة طاق. دي ما اعملنا سؤالين دي بدي. نيجي السؤال التالت والاخير في الاسجين. الدكتور عرفت انتلي ان هما الابنورمالي في زمها بيشتبوه. بيحبوهاش. هل هو الاكسس. افضل الصوت من فوق. الالكتريكال اكسس او الهار. نين كيو ار اس كاردياك بيكتور. حاول تبهمها على عبدالله عشان ايها موضوع مش صعب مش حاجة عندنا صعب. بس احنا المهم هو الفينتكل ولا الايتل احنا. بدليل قلنا لكم في الفيلم الاول ان الفينتريكال. الايترة ده. في ناس عندها الايترة ما بتقضيتش فاصة. ايترة رفابوريشن. وعادة فاصة. الفينتكل بنفسه بص الايدي بنفسه بيسحب. 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 بسبعين بالمئة من الده. والايترة يديه تأتيب بالمئة. اذا فشل الايترة هيخلي الهارة تتلعك. فشل بنسبة تأتيب بالمئة بس. ومن هنا الايترة يسألش ان ما هو هم. مهم هو. البيت. انها بروحها بتاخد. يعني لازم الايترة يشتغل في ناس عندها رعشة بلوزير. اللوزير بطة بتعش. ما بيقابلش غاص. ناس كتيرة. خلاص? ناس كتيرة جدا عندها الايترة فابوريشن. وكان نفسي الزميل فاضل نكتب الابنورمالي في الزيق كل ما ترسناها. كل سنة بنترس. في الكتاب البيتش هدو. ما عليك. الايترة الانتو اسنشل. الانتو اسنشل هو مين? الانتو اسنشل هو مين? الانتو اسنشل. فاحنا يهمنا الاحسس بتاع الغارد. اتجاه المنترسل ديبلورزيشن. اتجاه المنترسل ديبلورزيشن. تعال بصنا على بحض. الاسنشل دي ها شباب موجودة فوق ويمين. اهي. ده الاسنشل. العامي دي بوضع في البنت كده اهو. ده الاكسس ده على الهرض الطبيعي. مفروض الكاميران تبتلي باسنشل. والاتجاه العامي بقى كده. يبقى واي احتو ده لفت ان داونورز. طيب؟ لو تخال في دايرة كده. اللي هي منقلة اللي هي منقلة. ميش نص منقلة. في منقلة بتباع دي ما قلتلكوا دايرة جملة. منقلتين ها ها منقلة فوق ومنقلة تحت. دي زيرو. يبقى هنا تسعين. هنا تسعين. هنا مئة وتمانين. منقلتين فوق صح? احنا اعتبرنا ان الفوستر هو التحتها لفوق. الكهرابا راح اساسا فيه. واحنا بنحب نستخدمه على الفوستر عشان رسومات تطلع لفوق. طيب عشان كده اعتبار قلنا هنسمي دي بلاس ناينتي ودي ماللس ناينتي. طيب احنا قلنا القلبة اهو في السنتر هنا في النص كده. الاتجاه العامة اهو شافها السبعة. ده الاتجاه العام للكهرابا. صح? دي ماشية زي دي. يبقى الشخص الطبيعي الاكسز النورمال يقع في السكتور يعني في القطاع ما بين ناقس تلاتين فهم ليه ناقس تلاتين لان احنا كده ناقس. وزاق التسعين. ده النورمال اكسز. ده السكتور بتاع الاكسز الطبيعي. ده هو معلومة. النورمال اكسز. فأني سكتور ده سوال ما بين ناقس تلاتين وزاق تسعين. تنساش. دي ناحية الرايت. وزي ناحية الرايت. لو واحد الاكسز بتاعه راح بعد ناقس تلاتين. يبقى رايح ناحية ايه? ايه ناسك؟ رايح ناحية ايه ناحية. فنقول اللي عنده عنده المانسكين. طيب اقسز اي بيشن. اي بقى لو رايح بعد زاق تسعين يبقى راح ناحية ايه? يبقى عنده. مين العانين لعندهم شطا الأخيسز اي بيشن. يبقى مين يعانين لعندهم لا تلاتين مسكبين? اللي هم هم بعد ناقس تلاتين. ومن اللي عنين لعندهم بعد زاق تسعين؟ ان النورمال من كان لكم بنقس تلاتين لزاق تسعين. ليه الاحوال بقى اللي بيحصل فيها دي بيشن? فيه احوال طبيعية. ده هو واحد طويل منطوط زي احمد بنير عافينه? لبقى ده كل الفصرة بتاعته واقع كده. لبقى ده نورمال عنده رايت اكسس وهي دي دي مين? رايت اكسس دي بيشن. واحد قصير مدكوك زي ما حيماه الله يقولي الشيابي عافينه? قصير مدكوك لبقى كل الفصرة بتاعته المستعرضة. يبقى دول عندهم نورمالي نورمالي. الطويل الممتوب قلبه هيقع كده. يبقى مدكوك شورت ستاوت. هيبقى كل الفصرة بتاعته. يبقى عندهم نورمالي. الست وهي حايمة تبص الايدي هاية. البيبي تحت بطنها عمال يرفع القلب كده مش. البيبي بيكبر كل حب كل السنة نكبر عبا عبا اهو. يبقى هيبقى عندهم انهي اكسس دي بيشنة. يبقى في الفول تيرم الست بقى اللي هعمل دبا. بيبقى عندها ايه الهارت? بل ده نورمال دي مش عيانة. فنفهم انهي تغيرات طبيعية في الاكسس. يعني مش لازم انه عنده اكسس دي بيشن الامارين. الطويل الممتوط. كان بيقول يا رب نحقك يا رايتها ليفت. طويل ما ممتوط. لان سهل الدبا. شورت ستاوتو. صار بتقوط. فول تيرم. عشان هنعم مسابعة الوقت والمسابعة دي بقى في سرعة الحال ليش في الحال ده. رايتها ليفت في السرعة. ده الاحوال الطبيعية. نيجي الاحوال المراضية. لو واحد عنده. تضخم في الفنتج الشمال. يبقى الاكسس هروح نحيط ايه. الشمال. يعني المس هنا معظم المس هنا. يبقى الاتجاه العام للكهرباء يبقى نحيط المس 9 Contin за century. دي بيش. واللي عندهم هايبيرت وفي في الرايد فينت كلمات معظمة هن. يبقى الكهرباء تيجي ناحية الرايد. يبقى الهايبيرت في عندي تضخم في الشمال. يبقى ايه? تضخم في ميه ايه بقى? بقى اتنيجي بقى الحاجة اللي هي هجي بقى لكم في ايه من حاجة. بي اسهب حاجة بقى. بص معادي. الدول باندل برانش بنق. احنا قلنا ان احنا عندنا الايه بباندل او باندل بيس. وبعين فيه كده رايت باندل ده الرايت وفيه لات باندل. ففي ناس عندهم باندل واحد باص. كل البوازان بسبب انسينات في القوية. ما فيش حاجة بتقطع مش سفكين جول. ان البيس اللي بيغزي الباندل اتقفت الى الباندل. فانو انا عندي دي سموها رايت باندل برانش بلوك. باندل برانش بلوك باندل برانش بلوك. باندل برانش بلوك. الباندل ده مقطوع. يبقى الكهرباء تروح ناحية ايه? اللي هو. دي الاجابة اللي احافظها بكل طبها اللي قرأ. اني يقول لك اللي عند رايت باندل برانش بلوك يبقى بوقع الكهرباء تروح ناحياتها. عندهم لفت اكسلي باشي. طارق نفهم ليه. الباندل مطوع بابا ليس معناه ان البندكل ما تكهرقش. لان لو ما تكهرقش البندكل. البندكل استنش تروح ايه? تموت. فربنا عمل حاجة رايعة. افر الباندل ده تقفت. طب الرايت بندكل الكهرباء زي عادي. نكمل هنا عن طريق الباندل بسرعة. بعد الكهرباء تكمل على البنتكور مصر اللي ادين يا ببط. نص العبه مع الاعتذار ولا? يعني هنشتغل باندل انه كماك. بس بجلا ما مشتغل عطيه البندل بسرعة مشتغل هناك ببط. يبقى الكهرباء قعدت فترة اطول اطول في اي ناحية. في الرايت صايد. عشكلا الكهرباء ما قعدت الى اطول. فيبقى عندهم رايت اكسل دي بيش. اللي عنده رايت باندل رانش اللوك عنده? رايت اكسل دي بيش. الكهرباء قعدت في الرايت صايد اكتر. يبقى المحصلة ترايح عن راحي. ترايق قاطع. واملمس. ودي اخطر عرفتها. الطبع الرايت الاهم. العالين اللي عندهم. لفت باندل رانش اللوك. الرايت كيلو. اشتغل ازاي? عاود الناس مهمة طب. اقولو فوا حاجة جميلة. سيركوليشن دي شرحتها بسرعون قوي. تماني حتى هنا هناك. ما عندناش بره ما مش حاجة سمانتوا اللغة انا يقول ايه يقول لها حاجة في الفسويتش. ما بيش عندهم كامل. هم يسألوك انت متخصص في ايه. لان هناك ايه حاجة اسمها تخصص في الفسويتش. فالتملي بيز ده على الدكتوراء اللي هم السيركوليشن اساسي. السيركوليشن دي اساسي. تبقوا ارحاس تانية عاملها بايه مثلا في الاندوكرايم سيدي اسأل التالي حاجة بنشتغل ربان. ما نفعش اللغة وقول لي ايه حاجة. انا ممكن ايه حاجة او ده. بس ما عندهمش النظام. مهم. السيركوليشن رائعة. فمن كتر ما فيه طاوة بيتاندو كورس حاجة السيركوليشن. قالولي ان احنا من كتر محبناها والاسي جي والكلام ده وفنها عاوزين بقى خصائين قلب. الرائع ان انا شفت الاماني وهي تتحقق. بسه لوطول السجين. يعني عندي مجموعة كبيرة اسدد كارديولوجي لوقتي من اول استاذ انتهاء بمعيد في قسم الكارديولوجي امراض قلب. وعدم منهم خرجوا في نهاية سنة. قالولي من كتر لو حبينا بكلام ده عاوزين اتخصص بقى في حتة دي. اخوضوا رائعة الاماني والاحلامة. اخوضوا حظة. اخوضوا بات. بس فيها تفكير. نعم. اشعر دماغ. لو انا الباندل ده هأطوع. يقع في اللفت مثل. اموت. ايه امشي بالباندل لحد الحدة السليمة. وبعد اكمل على النورمال بنتيكلر ماصد. يبقى اكتغربة قاعد الفترة اطول ناحية. فيبقى الاكسس المحصلة تروح نحاكيبكي. بقى اللي عندهم لفت واندل باندل 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 باندل. يبقى ديها فشك عربة. يبقى معظم والكهربة تروح لبين. يبقى هنا دي الوحيدة اللي تعكس فيها. لو ده لك في وعنده لفت ما يقافل انفاروشا. الحتة في الناحية الشمال ماتت. يبقى الحتة اليمين كلها سليمة وهنا في حتة صغيرة سليمة. يبقى الكهربة تروح اكتر باحد الرايت. والعكس بالعكس. لو حتة في اليمين ماتت. يبقى امتى تعكس. يعني تقرأ عنوان السؤال. يبقى الرايت امرايت. حال واحدة بس. عاريت كده. لكن لو ما يقول لك لفت في انتي كوار هايب بيرتوي. الحتة السليمة كبرت. كيف ليف? رايت فانتي كوار هايب بيرتوي. رايت. رايت. رايت لاندل برانش بلوك. رايت. رايت. لفت لاندل برانش بلوك. ليفت لانده كيسها؟ لما يقول لك الاجابة 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 والصداقة ليس في الاجابة الصحة معانيش طلب يجاوه صحة ان كلهم بيجاوه صحة التميز بسرعة الاجابة تركز تعلم تركز احمد بدير يوني الشربي سنتحابي رايت ventricular hypertrophy رايت باندل برانش بلوك رايت ميكورداني فاكشن لا مش مستنين يذكروا بيت وهم خلاص فهموا انه مش معضلات انا اقولك الحاجة دي عاوزة تفكير مش عاوزة تتخض عاوزة تفكيري بسهلة لان هنشكل الحزاء اللي جوه دا انما عاوزة حافظة دي بقى اخرها دي احوزة حافظة ازاي انا بعد هنا بصارع في مصرنا العزيزة ان انا انا اقول عاوزة فهم دي عاوزة فهم عاوزة فهم انتبع ساهل يبقى بالفهم يبقى فيه هنا مجال لاستخدام الجنجومة حافظة ايه الرزق يحفظة ايه لا فعلم شو يفهمة ديوني الشربي سنتحابي ليفت بقضي برانش بلوك ليفت بقضي الفارش ايه لا عاوزة ايه بقضي برانش اعرف المشكلة ايه بره لما باعينها مرتاني واقفيني واقدت لكم مرة طريقة مروفاسور يعني اعتبرتها اهانة لك قد نكبر مارفين للميكان يأني مش حعله اشتبه مروفاسم استيم يعني فهمين يوم عرض من الناس في الدنيا ولمعيد مش يشكرون يبعد لكم يعني بتعيد ايه ما افهم انت قلت ايه انت بكرن ايخوة هذه يعني بتعيد لي ايه لا أعلم هههههه انتجوا هالبارجي. امان. اتلولدتوا وهجروا لكم دي عملي ونظري السؤال ده. اعداد روحين. عملي ونظري. طيب ازاي بقى بيعملوا البندل ده? الزميل كانت تلات طرق حقيقة انا هقولهم التالفة طبعا. انما حقيقة الامر ببنستخدمش غير طريقة واحدة بس. لان كويك ماتل. مبيش حد في الاعداد بيقعد نعمل الكامل هو كامل الزميل الفضل. في حاجة اسمها كويك ماتل. خلق انت تبص الليد واحد. فجمين الليد واحد كما بين الرايد والايد. ده ليد واحد. ممكن تقول لي فين البوست الالكترون وفين النيجة? والف البوست تبص في اللي بتروك فين هنا. هنا. اف كحنا. خب انا بقى. انت تبص في شكل الكيو ار اس. تبص على الكيو ار اس في الاتنين دولي. خب انا. لو انت نورمال هون نورمال. تبقى رايحة دودا لفت انت? داونود. تبقى فليد وان ما بين راي تو لفت. هي رايحة دودا لفت. ليه? بوستر. فتطلع الكيو ار اس بوستر. طيب. داونودس. هنا البوستر. وهي رايحة داونودس. ما تطلع ديه برضو ايه? بوستر. فاللو بصيت عالكيو ار اس في الرسمة بتاعة ليد وان. والا بي اف. لقيتهم الاتنين بوستر. يعني المعظم الكيو ار اس لفوق. يبقى لعدة الورمال. صح? تجربة كده? يبقى في ليد وان وهي حد تطلع بوستر. يبقى تطلع بوستر. وفي الا بي اف هنا نبوستر. هي رايحة. افتن دي ايه? داونودس. هنا البوستر. تطلع برضو بوستر. بوستر بقى في اللي عنده لفت اكسس دي بيشي. على ليد وان رايحة فيه? في ليد وان رايحة البوستر او النيجة? رايحة ما اطلع تخرق من ايه دا ايه. رايحة فيه? للبوستر. يبقى في ليد وان لازم تطلع بوستر. طيب في الابي اف البوستر في تحت هي رايحة فيه? لفوق. يبقى تطلع معظم الكيور اس التحت. خلاص. يبقى دا على طول ليفت اكسس دي بيشي. سهلا. الايي سي دي عاوز تفكير. خل الرايت اكسس دي بيشي. في ليد وان الرايت. رايحة للبوستر او النيجاتف. يبقى معظم الكيور اس معظمة بتاعت. ده في ليد وان. انما في الابي اف رايحة فيه? بتاعت ناحة البوستر او معظمة الفوق. خلاص? سهلا. شفت ازاي في ازاي في ثانية بنقول العام ده نورمال ولا ليفتر او الرايت. ياسي انه فاهمين? ميه اللي يطلع عن دي عقس الاثنين لفوق في ليد وان وفي الابي اف ده نورمال. لان الابي اف الريد وان. البوستر د средcji quiet. هناك الابي اف البوستر وتحت. واحنا كاربه نورمالي رايحة للن وافكار دافت. لن تطلع. يبقى لان سيطلع بوستر بالاثنين? احنا رقينا للوتنين هي رايحة فيا? رايحة في رايحة نورمالي رايحة للفوق في تحت. هي رايحة للuarصة بتاعكم. يبقى تطلع في الاتنين بوستر. في الليفت اكسس دي بيشة بوستر على الرسمة. ايجابة مش في دماء الفوش? ايجابة على الرسمة. لو عنده رايحة نانهي الالكترون. بوستر. يبقى تطلع بوستر. معظمها الفوق. انما هي طبعا الفوق وهنا نبوستر في الاي بي اف. يبقى يحاول ان تبدأ عنه. يبقى تطلع معظمها. صح? انما الرايت اكسس دي بيشة. هي راحة للليفت او رايت. ده باسمها. راحة الايه? راحة فيه? رايت. اللي هو ايه في الحالة دي? بتطلع معظمها نيجر. انما لتحت. اللي هو بوستر. بتطلع عليه بوستر. حلوة. كل معلومة دي. كشفك تلتو ميت جنيه. تلتو ميت جنيه. تلتو ميت جنيه. ياسي والناس دي راقة. هاي اقول ليه. ايه يعني جاب التاعة. هو بس واحد فتر. والباقين كلهم. في حاجة ديوه هنا غير البريد. في حاجة تعتبر ايه الصعوبة فيه? احنا الاتجاه للعام القبيل. ايه. الكرابة راحة ده. احنا ايه? فيه اللي هو ده. وليد فيه لتحت بوستر. اللي هو الابف. مفروض ده هو راحة للبوستر هنا فوستر هنا تتطلع بالحال تلف. انما لو هنا راحة للبوستر. يبقى في الابف. انها مش راحة الفوق والبوستر تحت. يبقى في الابف تطلع. نيجر. في الراعة. هنا دي راحة. دي اللي اسمها رايت اكزبيشن. راحة للبوستر. بتطلع نيجر. بس راحة للتحت هنا يا ماني تطلع. سهل وتصال. سهل. نيجر بقى بكلام بتاع العامل اللي ما حدش بيعمله في الدنيا نف العامل. يعني بنسهل يروحه. هل في طرق تانية دي الكويت مسهل اللي بيستردمها العالم كله? هو كاتبها زي يتفعله هشك. انما كاتب الطرق التانية اللي هي ما حدش بيستردمها. قال لك بقى ايه? تجيب رسمة كده? مباره عن انتوبنس ترينجل. فاكرين انتوبنس ترينجل? نعم. ليد وان. ليد تو ليد يا الله. هنا ده الريت وده الليفت. واللي بيهد بوست وبيهد نجاتيب. ما مسهلش. هنا الليفت لا بوستيب. رايت نجاتيب. فريد تو الريت نجاتيب. هنا الاف هي البوستيب. فريد ثري هنا نجاتيب وهنا البوستيب. حلو كده? الهارت في المثلث يا الله. مركز النصف. يبقى حاجة هندسية عاودة اجيب منتصف المثلث. يبقى خطوة اولى. من منتصفات الاضلاع قسط الثلاث اعمدة. تلتقي في نقطة ايه? دي تمثل مركز الاضلاع. ازاي جد لمركز الاضلاع? هيديك في العملية مثلث. من من ثلاث انصفته على الله. تحط نقطة لبسط الثلاث اعمدة. فوينت ايه دي تمثل مكان الاضلاع. بعدين هيديك رسمة الاي سي جي بتاعت العياني. هيقولك ادي كيو ار اس في ليد وان مسلا. تحسب الليد وان ده حاجتين. قيمتها والاشارة بتاعتها. تعد هنا في مربعات صغيرة. الكيو مربع صغير لتحت. مش كده? يبقى ناقص واحد. الار عد واحد. اتنين. هي طاعة مرسومة. تلاتة. همسأت اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. يبقى الار زائد تسعة. طب الاس ادي واحدة نيجاتف. لأ هنا من هنا. واحد اتنين. ناقص اتنين. صح? يعني انت تعد. اللي تحت. الكيو عملا مربع واحد تحت. يبقى ناقص واحد. الاس عملا اكبر شوية عملا كافه ربع. اتنين ناقص اتنين. ار عدنا تسعة زائد تسعة. يبقى تحتيوها لسه ادي. تسعة زائد ناقص واحد ناقص اتنين. ستة. الار عملا ستة. الار عملا زائد ستة. لازم تجيب لي القيمة والاشارة. زائد ستة. لانها لو زائد ستة في ليد وان هرسل ناحية الزائد. لو ناقص هرسل ناحية الناقص. هي هي زائد ستة. المين زائد ستة. فقديم المسطرة وعد بستة ملي. ستة ملي. في عالي ناحية. عالي اتجاه. دايما دا بيمثل السهم دا بيمثل الكيو عرقس في ليد وان. واتكرر نفس الكلام في ليد تو. ونفس الكلام في ليد ثري. نفس اللي قد. شو ما تسقط ثلاث اعمدة. حلتقوا في نقطة. سميها بيه. توصل ايه بيه? هو دا الاكس. ايه راك شكل اكس زا كده? من غير ما نرسم الدايرة ونحط هنا ناقص. ايه الاكس دا حلو ولا وحش? زال فول. الاكس زال فول. مش هو. لو انت هنا متخيل لو فيه دايرة كده ايه? يبقى ما بين احنا قلنا ناقص تاتين لتسعين. زال فول. طيب. لكن مثل لنفرض في ليد وان طلقة نيجاتف. الرسمة كتنيجاتف. فاكر كتكده. دا مسل ليد وان. مسل نيجاتف هو. يبقى دي كيو ناقص واحد. الار واحد اتنين. ايه كلام يعني? زال اتنين. الاس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تبانية تسع عشر. ناقص عشر. يبقى اقول لي كم كده? زال اتنين ناقص واحد زال عشر. يبقى ناقص تسع. ناقص تسع هبقى نسمها مش شكلة. ايه? ناحية الناقص وتسع. لما هتيجي تسقط بقى تلات اعملها تلاقي انتقط هنا. يبقى الاكسز عنده رايت اكسز لجيشن. ولا عكس بالعكس لو اللي دوان فوستو والأي بي ار هي ال اي بي اف هي الناقص. بقى تاني زال من اعملها ثانية. هتقول لها تحديد مركز القلب. زال مركز القلب عندك مسلس او القلب في النص الزفر. بس تبقى انت على ايه? تسقط ثلاث اعملها من منتصفات الاللحة. سهلا? ثلاث اعملها من منتصف الزفر. يال انطلقوا في نقطاته. دي تمثل مركز القلب. النقطة تبص الناشمة الاسي جي اللي بدألك في الامتحان. الليد وان وليد تو ليد فين? على الاس بس. اللي احنا بنقسم الاس بس. اللي احنا بنقسم الاس باع الاس اللي او ربنا حاجة من القلب. اللي نازل لتحت. نيجة. اللي طالع لفوق. فاص. الكيو نازلة واحد. تكتب ناقص واحد. الاس بازل اتنين ناقص اتنين. الارضة عالفوق زائد الاثناشر. ناقص واحد وناقص اتنين وزائد الاثناشر تبقى زائد تسع. زائد القيمة طلعت زائد تسع. تسمها زائي. بالمسطرة ايس تسع ملي. بقى لي اتجاه. اتجاه الفصل. عشان كده احنا قلنا فين الفصل وفين الفصل. وتعيد نفس الكلام في نفس الكلام في مين? ثم من رؤوس الاسهم ثلاث اعمدة اخرى. تلتقي في نقطة تانية ليه نقطة? بي. البلايل اي بي يمثل الاكسس او ده. الام بتاع اطفال. هل في دكتور عائل? يقعد يعمل عملة دي في اللي اعملت. ده اي ده? يعني ده. ما بتبقى نداسي بقى? مش مش مان تغطيت بلد. انها بقى لازم تتسلى. في طريقة تلتة هي هي زي دي بالزبط. قال لك تروح للهكس اجزيال سيستم. فان للهكس اجزيال سيستم. اهو. دي اس هنشار الطريقة دي. لان بناخد اتنين بس. هي كده. اولا في الهكس اجزيال سيستم انت حرقت الليدز. ده عند ده ليد وان. وليد تو كده حرقته كده. وليد سريح حرقته كده اهو. ده ليد وان وده ليد تريد. الهكس اجزيال سيستم. انت مش عاوز غير ثلاث منهم. واحد وثلاث. فان دول جوم ازاي الفاكر? واحد كنا نزلناها كده بطلق عزم. اتنين اللي هو مش عاوز في الوقت كده جبناها كده. خلال دول هو كده جبناها كده. في المثلس تعالين. اولا ان ارتحت من خطوة. في دكس اجزيال سيستم انه قريدي بوينت ايه متع ايه? مفيش حكاية التلاث اعمدة دول الاولانين من امتصفات لالله عشان تجيب ايه? بسهلا. تاني حاجة تسهلها انك هتبصف تول ايه دي بس. وان. وتبصف وان. وتمثل ال QRS بالاتجاه المزبوط. يعني هنا بصف وهنا نيجاتيب. وبعدين في ايه معروف فوق نيجاتيب وهنا بصف. تعملها كده تمثل ال QRS. بالشكلة. سم تسقط عمودين. هلتقوا في نقطة اللي هي? بي. تشوف اللاين ايه بي ده فين بقى? ده ادوى شخص نور. لان لو ليد وان طلع ساي نيجاتيب فيها. اهي كده. يبقى في الحال دي لما تسقط كده. هيبقى عنده بالعكس لو ده هو اللي نيجاتيب يبقى عنده يبقى عنده يبقى يبقى فيه كم طريقة التعيين اكسس. حقيقة الاول في العادات. واحدة. واحدة. سكويك ماذا. ده بص ليه دوان وده بي. ليه ليه بصف لده الناس فات. ان احنا التهربط طبيعية رايحة وده ليه? انت هالبص. فاخدنا ليه دوان لان الليفت فيه بوستر. فلازم ال QRS في دوان تتع بوستر. واخدنا الABF لان البوستف تحت. فبالشخص طبيعي في الABF في الكعرس تتع بوستر. فلو طلع البوستر في دوان وفي الABF يبقى ده نوربان. خلاص? لو طلع البوستر في دوان وفي الABF نيجاتيب يبقى له. العكس يبقى رايح تاكس دي بيشي. انا المرة جاء عاوزة ابقى اعقادكم في حتة. ففيه حتة هنا في النص مع عدنا في شدة. ده وطلع الاكسس كده. نورمال. ايه هو نورمال اه بس الهو تبع يعني يعني ده كده حاجة بوستانة بين اتنين دولة. اهد ده كده. نحب السيكتور زغار ده. يعني عشان كده في الليفت اكس دي بيشي. قالك تبص كمان لديه التوب. فاكر ليه التوب؟ يعني بيبقى هنا نيجاتيب وهنا بوستر. لو طلع نيجاتيب بيبقى لو طلع اقرب للبوستر بيبقى نورمال. يعني عشان فيه حتة هنا كده مش مفهومة بس انا مش عاوز اعققكو فيها بوقت. ففي حالة الليفت اكس دي بيشي. انا تبص كمان في ايه تو. لو طلع ايه تو شكل الرسمة فيها نيجاتيب بقى مية المية ده اكس دي بيشي. لو بوستر بيبقى ده غريبا نورم. انا مش فانا عنه ما يبقى نيجاتيب. انا مبربع عليكم. ايه. صح. بتبص في ايه تو. اواصل في الحالة الليفت اكس دي بيشي. اكس دي بس مش عاوز و ايه. اركز على دي اوي عشان دي اتنخبطكو شوية لحد ما ممكن اعادها لكم الحصة الجاية تاني. نقفل الكويك ماذا. يعني في الليفت اكس دي بيشي بقى للتأكب بوص الليد تو كمان. اهو ده ليد وان وبعدين ده ليد. من هنا بوستر وهنا نجد. احنا قلنا النورمال بيبقى ما بين كم و كم مين شاط الفاكر. ما عس تلاتين. تسين. تسين. وزائد. تسعين. فهو قالك بس الفكرة الاتي يعني عشان عشان فيه حتة كده اللي هنا فوق دي. يعني لو كده فهو اقرب لمين. بالنورمال. مفروض في ليت تو يطلع ايه. باصل. لكن لو كان كده في ليت تو يطلع نجد. عشان كده في الليفت اكسس دي بيشي بنبص الحاجة تلتة. ليت تو كمان. ليت ايه? ومش ليت وان وليت ايه. فلو طلع نجد يبقى ده ليت اكسس دي بيشي. طلع. باصل يبقى ده نور. تاني. عشان الموضوع عشان مش هنا بس كده اللي هو فوق نعم فارق كده. تاني. بصوا ما تركزوش في فيديو ايه. خلاص. وديه على فكرة بحاجة بيبصوا ليه هوا. بس يعني هيقولوك عشبه عارفين كل اللي حاجات تكدوين. تاني. الكهربا عموما رايحة وزايم تسمعها ايه? the left and down. فاخترنا lead one ان الليفت فيه. وdownloads اخترنا الايه بي? F. خلاص? فمفروض النورمال رايحة and downloads. يطلع في ايه? فيه كده ايه بنا. لكن اللي عنده اكس دي بيشن بيبقى رايحة the left and upwards كده. يبقى هنا بوصل. انما دي بوصل هو رايح كده. يبقى هنا في اطلع في lift exhibition. right exhibition رايح كده. يبقى رايح downloads into the right. يبقى هنا يطلع ناكتر. انما downloads يبقى تلقيه بيب يطلع. بوصل. لان الموضوع مباني النورمال و lift exhibition متقارب يفصله يعني يديك الرأي القاطع هو lead a to two. lead to possible بعدها 100. ده السؤال التالي في ال ECG. وكده يبقى حسب ال ECG اللي هتاخدوه في الموضوعات وحسب كلام الدكتور عيفت هم يتوقفوا هنا خلص ال ECG. لكن مفيش منع حطة الفاندر. مش مهم ما هو بس ايه? عشان يبقى قفلنا. just in case. قفل لقوا ان فيه وقت كويس وش سنان يبقى احراح عن كل السنين. وحبه ويجع قوله يا بوسي الله اعرف. وانا عاداتي عشان تبقوا فاعدين. ما بحبش على شخص. يبقين كل حاجة بسرعة. وكده ياخدوهم اللي هم عاطينهم. سام ايه? يعني تاجي. في الهكس اجد سيستم. بياخد مي وان اللي هو كان هنا في المسلس. المسلس كده. يعني قال المسلس ودي الدايلة. صح? يبقى ده ينزل يبقى هنا كده. ده lead one. ده lead two. وده lead ايه? three. انا بخدهم بقربهم للpoint هنا. يبقى lead one ينزل كده اهو. lead one. lead three يجي كده اهو. ده lead three. وبعد ده three اهو اللي هو ده. وده lead one اللي هو ده. هنا اولا انا وفاد لخطوة. ان مركز القلب قريدي هو الابتقاء الاثنين. يعني قريدي مش هجديد point A زي هناك. وبعد ايه هتومسل Q.S. lead one وهتومسله lead three برضو بنفس الطريقة. قيمة واتجاها. شوف القيمة والاتجاه اذا كان بوصل ببوصل اذا كان ناجاتب ناجاتب. اذا كان بوصل اذا كان ناجاتب ناجاتب. وبعد ايه تقيم عمولين بس مش ثلاثة. يلتقوا في نقطة توصل AB هو ده الاكسس. لو lift round يبقى ده كده normal. كده يبقى lift access كده يبقى white access. طيب. يبقى اي حاجة فوق تبقى. بص. بقى اي حاجة تحت تبقى. ناك. ناك. quick method هي اهم طريقة فى عرفوها يا شباب. نجي الكلام برضو انا مش عارف ليه الزميل فاضل. حتى اختار بس المرضين دول. يعني نقول كل الابراض. يا ما نقولش. علومه هي يا دكتور عرفة ده هم عبقى يشيلهم. وللنهم على فكرة هو اختار حكتين اختار حكتين. يعني الحاجات اللي بقى هاش اختار حكتين اختار حكتين. اكتر اين بيحشاه العلب هو الفكاس المشاهدين. اختار حكتين. فيش الصوت. وقول يزيون ملاقيكم فى الفكاس الملاقي العامة. ان غرفة. الجرعة القاطلة. اللي هو بيعدموا بها شخص. ما هي الا? بوتاسيوم. بوتاسيوم كلورايد. الراجل ده اللي هو فى الأولمبياد بتاع امريكا نزل عمارة. مات فيها يا اطفال والناس كبار. بعد موبل. جرعة القاتلة فى الولاي دي. نظام الاعدام مش كورس كالرباية جرعة القاتلة. فالحوط دي عبارة عن كوتاسيوم كورايد. انا بحيط اقول لها بقية. مين معاه فايل لونه اصفر وفايل لونه احمر. الجلدة بس. اصفر واحد. حد يبعاه فايل يعني. الجلدة حمرة او. جلدة صفر. عشان طرف اصفر. يا عندها اصفر. يا احمر. قلت هاجي. احمر اقصد هاجي. طب اما يعني. احكم ماسك كارت زي دائب يعني. بقى السخصة. اهي خلاص طيب. نصحة فصار يا جال. يا جال. والدول ده ما فجتت. اللي بحب اقوله فطريع. ترقم اللي هقوله ده. ما فيش طبيب في العالم ما يعرفوش. النسبة الطبيعية للبوتاسيوم. اقل من خمسة ميلي اوكوبرام بري. عباس اقل من كم؟ خمسة. راقب الحسد عشان ما يحسودكش وكموت. يبقى البوتاسيوم اقل من خمسة. لو ارتفع الى ثمانية. انظار. كارت اصد. اي سي جي تشينجيس. ارتفع الى احداشر. كمان ثلاثة. تطلب من الملعب. كارت احمر. يبقى نو جوكا تول. عملتها اوورد وايد. الطلبة فاكرة بعملها ازاي. نسبة البوتاسيوم النوربل. ما بيش دكتور محترم ما عرفهاش. لا تزيد. اربعة لصة حينه. المهم ما يزدوش عن كم؟ عن خمسة. لو زادوا ثلاثة بقوا تمانية. طائرات في الاس جي. طائرات في الاس جي. كارت اصد. انظار. انظار بالطرد. من الحياة. كمان ثلاثة بقوا اخداشر. دا هارد ستوبس. اندازتون. الكلسم يقعد القلب في السسطون. الكلسم فيل. سسطون. انها الادواجد فيل. داستون. داستون. دا هارد ستوبس. اندازتون. حولا المهميتة ما هي علا بوتاسيوم. شكرا. شكرا بكم. بس مش هتنسها طول عمرة. خمسة تمانية احضا عشر. فيش هزار في الفتاسك. العين الخطير هو الفتاسك. اشكله حتى انا متفاهم ليه الزميل مجابش غير عين واحد. اللي هو التغيرات في الفتاسك. انا بس هركض على بعض النقاط اللطيفة في سنة اولى في التنم الاول. يعني شهركض عن كل نقط. ليه لان انا فاهم ان كنت في وضوء اساسا هيشي يوم. فاكر خدنا في النيرف تأسيل الفتاسيوم عن النيرف. فقلنا ان في الهايبوكاليميا في النيرف. لو الفتاسيوم نقص في الاكسا سيرفيوت في النيرف. او مراجعة حلوة دي علينا دي علينا بس كله اللي بانا. في الحالة نسبية يبقى الكوتاسيوم نسبيا ايه؟ سايد بوه. مش كده. ادام برا مقص يبقى نسبية بوه. زي. يبقى احنا بنتكلم هنا. الاكسا سيرفيوت. ايه انا عنده ناس كوتاسيوم من الاكسا سيرفيوت. يبقى نسبية بوه النيرفي زي ايه؟ يبقى انتجه من الى. من ايه اللي فيه الكوتاسيوم؟ من ايه اللي فيه؟ هو البن. فالكوتاسيوم اكتيمولاتس على الاوتر سيرفيوت لان ايه؟ نوع تشارجز بتاعته ايه؟ بصر. يبقى اعمل لي حالة اسمها هايبر فولاريزاشن. يبقى بعدني عن الفايرينج ليبقى الاكسا سيرفيوت يتقالي. نفس الكلام في الهات. لو فيه نقص في التوتاسيوم نقص التوتاسيوم في الاكسرا يبقى في هذه الحالة التوتاسيوم يبقى نزبيه بجوه زالد يطلع يتجمع على الحوضة السيرفيس كتير على الحوضة السيرفيس يعمل لي هايبر كولاريزاشن. يبقى عارفة كويسة. اللي هو الفامية فريوديك فالس. اللي الاعصاب ما بتشتغلش لما التوتاسيوم ايه؟ قد تلع عضلات ما تشتغل شخصا فريدس. لما يشرب عصير ومانجر بتاتسيوم زيد يأكل موض بتاتسيوم زيد يرجع يشتغل بتاك. شكلها بريوديك. فيه عكتر من شخص في الفاميلي فاسموها فاميليا بريوديك بريوديك فريدس. فنفس التأثير هو هو هدا زيه؟ وطبعا اللي حضروا معايا الكورس قبل كده الكريش كورس. قلتنوا ليه رمز التوتاسيوم كيه؟ يعني ايه مش فيه. لانه ده من كلمة كاليام. وسألت في اليو اس وفي كنالة الطالب الأمريكان وكناديين. ايه كاليام دي؟ فقالوا لي دالة الاصلة. فبهدلتهم ونكرهم الاصلة عربي. لان احنا بنعتزلوا عربا. وقل الآتي يا شباب ان احنا العرب نعرف ان ربنا عمل كل حاجة على ميزان. من هو الايون المسؤول عن الحامضية؟ هايدروجين. ده بتاع الحامضية. هايدروجين ده اللي بيخريع كاليام. فالاصل عربي مش الاصلاتين. لابد ان اعتزلوا عربا. حتى قلت السوديوم ليه رمزه ان ايه؟ لان العرب برضو اكبر كبيل سوديوم اللي هو فواجي ناترون 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 فواجي ناترون. فاصل هذه الكلمات وفكل مرة اقول لها ناترون اعتزل نفسي. وبما انتني ايه? ان احنا مش يعني على المجتمع. احنا لان اصول. احنا اول الناس اللي همنا ان زي ما فيه هاجر المسؤول عن الحامضية فيه كالوين مسؤول عن الحامضة بتاعه كالوين مفيش قاط. لكن مش لديم. برضو بستغرب في بايو وفي السوريش. محدش قادل يا شاب البطيف اللي بتشرح. يعني ودرسه ما فيهاش عرفك ايه؟ سوديوم؟ يعني ما فيهاش ايه؟ يا ابوة منين يعني؟ ايه يعني الناس دي مخاء ضارب لوح شمال؟ ما كانوا عملوها دي بي و دي اس؟ انما عندنا طلبة مسلمية. يا ابوة هي كده يا عرفك. وحتى تسأل طبعا ان يبتك لاتيني. هي يعني كده خلاصة ووهني. لاتيني. لا مش لاتيني يا عربي. يا برد. يبقى اي حالة هايبر كاليمية دي نقطة مهمة انا بقيتها ليه مش عشان هنا. عشان ايه مهمة في اللعب كده في الناس. تعمل هايبر كاليمية هيعكاسها انت بقى. لو زاد الفوتاسيوم في الاكسر سعف لوت. الحياة نسبية. يبقى جوة يعتبر ايه؟ يعتبر ناقص. يبقى اتجه من الى؟ يبقى يطل. صح؟ يبقى بالعكس يبقى جوة فيه بتاسيوم. يبقى جوة وبرة نجد. ده ايه ده؟ يقربك من يزود ايه؟ تبقى عارف هزا الكلاب. وازل انا مكتوب في عود اوتوتيل فرق بين الهايبو والهايبر كاليمية. تبقى فهم؟ هنا هايبر كاليمية هنا دي طيب بص معايا هنا بقى نكمل في الهار. ما يبقى فيه هايبو كاليمية بتعمل هايبر كاليمية. يبقى هل خروج البوتاسيوم سهل ولا صعب؟ البوتاسيوم البوتاسيوم اللي جوة لما يحصل هايبر كاليمية. صعب ولا سهل؟ يراجب. مش يبقى بره بص هو بص. يبقى صعب. فده يبرولونج الريبولارزيشن. يبقى الريبولارزيشن. ده بقى طويلة. وعليه يبرولونج الـ APD الـ Action Potential ديوريشن. اللي عنا عنده هايبو كاليمية. بتاسيوم خارج. عمل بره ايه؟ هايبر كاليمية. عمل ايه؟ هايبر كاليمية. تبقى بره ببتاسيوم شعف يخرج. نوع ببتاسيوم زيه؟ فبتاسيوم ده اللي بيعمل الظاهرة ايه؟ ريبولارزيشن. اضطط غروب البتاسيوم اللي هو بقى صعب يوقع. الديلي دي تفايد كاليمية مشان لهم اشرحها بتاع تبقى الاولاني بقى صعب وبتاسيوم يمشي فيك. فبقى الـ E-Polation وبالتالي الـ Action Potential ياخد بودة ايه؟ طويلة. دي نقطة مهمة دي. تبقى عرفيني. واه بالعكس انه لما امتسم بيقل. لذلك الحن احنا ميلي بيحدد الـ الهاربريت. تشوف ناس كاربه تبقى الاولاني؟ او الا? بالـ S-E-Node. الـ Action Puncture بتاع الـ S-E-Node. تكلم? في حاجة اسمها فاسفور ده اللي هو بيوصلني الفارين لابد بعيني الدي دي بوارزيش وعن دي بوارزيش. ده شكله كده. ده فاسفور وهبقى طبعا فهمتوا زملاتكوا ليه قالوا فاسفل واحد ده اربعة ما قالوش واحد للخمس. كل حاجة شرعبها. وققوا ده ليه. لانه ما انفعش بره هيطلع لك طالب بيفكر ليه ليه. مش كله قاعدين سميه عدد. اللي بيحدد هاني حدا في السنوات. اللي هو ده بيس سموه بري بوتينشن. انه ده اللي بيوصلني الفارين ليه فيدي اكشن بتينشن. سموه بيس ميكا بوتينشن. بيس فور ده. لو كان اسرع يبقى الاكشن بتينشن تطلع اسرع يقول هاني في زينة. لو كان قطع انا باشر عجبش عشان ده مشت مطلوب. عشان لدي كده. مطلوب. فانا يعني اخدها فرصة باشرع اللي فات. يعني ما باشرحش ده. ده اساسا مشتوب انا عارف. انا مش عاوز غباوة. انا تطلع حاجات معارسين انها مش شديكة. ما بيشرحش ده. بيشرح اللي فات. معلومات الاسسية اللي عليك. وجدت فرصة انها متدخلة هيك. فانا هارت ريت يزيني. ولا عكس بالعكس. لو اللي سلوب قال. يبقى هنوصل بعد مدة طويلة. كيبقى الاكشن بتينش هتطلع بعد مدة طويلة فالهارت ريت يقل. خلاص? طبعا ده عبارة عن ايه ده? ده الساني جيم. البريب تينشن ده ده اللي من الساني جيم. يبقى عبارة عن دي ايه? فالدي بولازيشن. بيبقى عبارة في ايه؟. لما انا اعوق البوتاسوب احنا قلنا ان احنا عوقنا البوتاسوب له. البوتاسوب له يعاكس الدي بولازيشن. طبعا احنا عقلنا ايه؟. يبقى الدي بولازيشن اللي يحصل بصورة? اسع. فالهارت ريت زين. يبقى العام اللي عنده هايبو كان ايه? يهمني ثلاث حاجات. يبقى ايه ما روش تفسير عملكة. جاسب اكتبين كده. مش في الدنيا التابع في الصورة. من اي عيان انسى الهار. عنده نقص في الكوتاسيوم في الاكسرزيوري. يبقى نسبيه الكوتاسيوم جوه زيادة. يبقى الاخره بيعمل لي هايبر بوازيشن. بتاعه في الهايبو فيه هايبر بوازيشن. وفي هايبو فيه ايه مشي بالعكس اللي عندهم نقص قلسيوم عندهم وعندهم زيادة في الهارد calleت. وبعدين الاكشو بتenteش ايه بتاعهم اللي عندهم نقص قلسيوم بياخد الفترة ايه? اريد اniejsة بالعكس في الهايبر كليمي حكسها تماما. وبعدين الاكشو بتenteش اللي ياخد نوض اغساما. وبعدين الاكشو بتنشemu ده يبقى العبطر إبار الهارد لايك. هي عليكي ازا اعلو لهم بالدكتور عرفة اتعلو لهم شكل الاس جي في الآيك. الاس جي شكل غيك. بس انت عليك من اول هنا الاس جي في الآيك ولايك. بس انا اش احطارك لان انها حاجات مفيدة لنا. سؤال بلوكي. انت بس مرتبط عني ظاهرات. الناس اسفير. بالدي التلاتة ويفز الاساسية تمثل الري. تبقى الطالب زكي. اول ويف تتأثر بالاس جي. بتغير الفوتاسيومية. اللي عنده هايبوكاليميا بيبقى التي ويف لاتل. يعني نقص. اللي عنده هايبوكاليميا بتبقى التي ويف طول وبي. يمكن بتطول الارزة ما انت اشي ما فرزه. راجل مش الزميل الفاضي اللي كتب الاسي جي. كتب جملة رائعة فاصلت احطوا هدو. كتب كأنما تي ويف دي هي تنت الخيمة بتاعت البوتاسيوم آين. لو البوتاسيوم آين عالف دم. واحد طويل يبعاوز خيمة طويلة. واحد قزم. عاوز يعمل خيمة ايه? وليه جملة رائعة. باقلنا اول حاجة تتأثر في الاسي جي بتغير الفوتاسيوم هو الاسي جي. ليه? ان البوتاسيوم مسؤول عن الرين والويف الوحيدة اللي متطابطة برينة الوارزيش هتأسيها هي تي ويف. كبقى لازم البوتاسيوم احصر في ال? تي. وكأنه ده التنت بتاع البتاسيوم آين. البتاسيوم آين عالي تبقى تي طول وبيل. البتاسيوم آين وطي تبقى تي ويف. جملة رائعة. ازيف ده تي ويف ادى التنت يعني خيمة. تنت بتاسرة. اهدي اهم حاجة دي تسهم مني. هي نمرة واحد بس. الباقي كله كان فارج. في الحالة تاين اهدي مالهاش نفسية. مع ان هايبو هايبو فيه في الحالتين فيه برونجد بي ار انتر. لان الكوندكشن في نصتي بتقل في الانتانية. مع ان مفروض تقل في واحدة وتزيد في ايه? في التانية. لا. الكوندكشن من الانتر الفينتكين. اوه الكوندكشن من الانتر الفينتكين. بيبعى في نقص البتاسيوم الكوندكشن بيبقى صعب دي. والأجباب معقدة. يعني يقول لك نقص البتاسيوم هيزود الكالسيم. والكالسيم هيعوق انتقال الصدن. دي هو الكوندكشن بيتشن. فالكوندكشن بيروسطي تبقى قويلة اوه. الفينتكين بيروسطي. طيب. ليه نقص البتاسيوم بيزيره بالكالسام دي قصص تتعاوزين نقوم فيها اوه. هنا اوه انتقال لك واحدة فيه. لو البتاسيوم نقص يقف السوديو بوتاسيوم بامب. صح. هو نازم الخمس اماكن يتميله. فالسوديو وقف البامب بيتحمس جوه مبقاش يطلع تالي في مكانه برا. والبوتاسيوم برا. وقف البامب. تعينة من السوديو مين? زي الجو. كان فيه حاجة اسمها كلام معقد. كلام سوديو. يقول لك دي اعتمد. السوديو يبقى السوديو جوه كتير. يبقى عاوزين نخرج السوديو. يبقى لازم نداش خلائعونا لعنه. فالكالسام يدخل. يبقى نحوصه. حاجة تؤدي الحاجة. نقص البتاسيوم عمل ايه? وقت البامب. وقف البامب يبقى السوديو منحبس جوه كتيرسوا برا. مع اتناش نرجع كل واحد مكان. السوديو بقى جوه. طب فيه طريعتين انقرارو بيها. نتخرج السوديو وندخل عوضة. انا كالسام بالكشيج. داخل كالسام بوازج جنكشن. زود الريزيستانس بانتقال الاكشة بياخد وقته. هوي. ما عليكوش هذا كلام. انها ما عليكوش نفاضل شوية في الحسابة. طيب. بس الصفحة اللي بعدها بسرعة. طيب يا صفحة تابعها جدا قلناها قلناها قلناها. هنا فلا تحفظ بزي بريست استيسيب من برومين فيو وير. هنا شورت كوتي طب الاخير. برضو دي مش عليه دا ايه قالت هتشال بس اقولها بسرعة تيمتيا وامش. واحد ايه ثلاثة في عالمنا هزا هيموتوا من ايه? من جلد القلب. اول ما القلب يحصل له ما يقعد لها اسكيميا. اسكيميا يعني دا. لما ينقفل الاوعيع الكرامي بسلس. الكرامي بسلس افل. فاكر قلنا لو حتة في القلب فازل. لو كنت فاكر. بدل ما كل الفينتكل بنهاية يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? فلو خطيت الالكترود هنا والالكترود هنا. في فارق هو? نا. مبيش. لو حتة بايزة في الفينتكل يبقى الكهربا هنا مزيه هنا. يبقى الايهزة في المدكار دا الاسكيميا رماح ديه يقولك عندي ما اعرفش بقى ده. بدايات انسداد في الكوروناي بدايات ما بقى نفاتشو على. المينة في نعمل له اس جيه? ونتفرج على في الاستي سي. شخص طبيعي الاستي سي من لازم تبقى ايه? عايز والاكتر. لو لعناها عيد او نزلت ما كذبش زميل بسامرولك اكتر من اثنين مليه. هو مش كذب. طب عيد قديه عشان اعتبره مرض. عيد او نزلت اكتر اثنين مليه بانا اعتبر انت عنده مصير. سبب انجي كارد. المهم حاجة ماهي اللي بيحرك الاستي سي سي بنتحفظي بس كلمة اللي باختاره. اللي بيحرك الاستي سي بنتو ايه? انجي كارد. انجي كارد. هانه في كارد لو دين ناجاتب و دين ناجاتب في كارد ما بينه? لكن لو دين ازاي دي بايحصل ما بينه? انجري كارد. انجري يعني اصابه في الان خلت حتة مزايا التانية فعمل كارد. بصبا في نوعين من انفارش. كلامي عقد كالكوت. ايضا الاستي سيście منت ما بتطلعش بتنزق. هو البيض لاين بتاع الاستي جي هو اللي بيطلع وينزق. فلو طلع يبدواエستي سيج منت نزلت. لو نزل البيز لاين يبدوا الاستي سي beberن ? تطلعت. تانية الاستي سيoking لم تطلعش بتنزق كم الي بتحرك الاسي جي كله؟ لو طلع تبدوا الاستي سيج منت نزلت لو نزل يبدوا الاستي سي انفاركشن. في انفاركشن بيبقى مني البنيلة كل العضلة ماتت. يسموه ترانس ميورن عبر العضل. ترانس يعني عبر العضل. وفي واحد بقى في معظم الناس اللي هو خفيف شوية ما بيبوتش غالبت. ساب اندوكاردل بس. الحتة دي ماتت بس. نبتاح الاندوكاردل. يلا في كم نوع? ترانس ميورن وفيه ساب اندوكاردل. نعم بص هنا الالكترود. البوست الالكترودل. لو دي ساب اندوكاردل هو اللي مات. يبقى الحتة دي سليمة. صح? يبقى انجي كاراند بيحصل بحطة المريضة لحطة السليمة. يبقى راح ناحية الالكترود. راح ناحية البوست. يبقى الاي سي جي يطلع وينزل? يطلع. فالاس تي سيجميند تابدو انها انخفضت. الاس تي سيجميند تابدو انها منخفضة. هو دا طلع. فتابدو انها منخفضة. هنا لو كل دا مات. يبقى انجي كاراند هيمشي اويل فروم دا الكترود. يبقى الاي سي جي هيحصله ايه اويل? بعد عن البوستر. يبقى في ازيل حالة هنقول ان هو دي بريست. فتابدو الاي سي جميند انها تابدو انها تابدو انها مش مش مستحيل انا. مالكش فمش تتعرفها بينهم. لو حتة باضت يبتدي احصى الانجري ايه? كمان. لو رافع الاسي جي يبدو ان الاسي سي من نزل الاسي جي يبدو انها في فرق. لو الحتة اللي باضت جمدة شوية. خلاص? وهنا حاطة الالكترود. يبقى دي الحتة المريضة وهنا السليم. يبقى كمان تروح الالكترود اللي بعيدة بعيدة. بعيدة. يبقى اذا قلنا ده بروح ما رفناش للبوستف. يبقى تنزل الاسي جي. البيزلين ينزل. فيبدو الاسي سي جميل عيدة. لكن لو الحتة لباضت صاب عند قارنة الهنة. يبقى الحتة دي سريمة. صح? يبقى هيمشي الكرب من هنا الهنة. يبقى راح ناحية ال? فالبيزلين يطلع. فيبدو الاسي سي جميل منخفض. يبقى ايه اول تغير وبيحدث لما يقول انت حاجة لسي بير في الميكار ده. ان الاسي سي جميل تطلع او انت. ده اللي عادة اكتحفظه بس. ان انت عشان عامل خط. انه في الاسي بير او الشورت ديوريشن يعني حاجة بسيطة لسه بدايات البارش. في الباب فاني حتة في الاسي جميل. في الاسي سي جميل. مفروض لو كل البنك في حالة دي هنا نيجة تبقى هنا نيجة. يحصل كارنة منه. يعني لو حتة اطورت يحصل كارنة. يسموه ايه بسبب الانجي. انجي كارنة. في الصاب اندوكارديا. يبقى الحتة دي سليمة. يبقى الكرنت هيروح ناحية الكتروب البوستر. فقدم روح لناحية البوستر منطلع البوستر. يعني اسي جي يطلع لهو. فيبدو الاسي جميل نازلة. لك الارحة دي كلها بياتة. يقفل النورة الهينة. يبقى الكرنت هيروح بعيدة عن الاندوكارنة. فالاسي جي تنسل. فيبدو الاسي جميل عادي. فرش. في السي بير فقى من كارنة الفرش هيحصل حالة صغيرة وهنقفلها ونمشي. ماتت تماما دي. يقولك لما حتة بتموت. حتة ماتت تماما. تحولت لفايبرستيش. هاني ما فيه ايه الكهربا? لا تلا. فيقولك كأن فيه هول ويندو في المايوكار دي فتحة. هو مفيش فتحة. هي فتحة في الكهربا. يعني الفنتيك العادي هو. بس كل ده فيه كهربا. وده ما فيهوش كهربا. فكأنك فتحت هول هنا في المايوكار دي. خلاص? هل نوربا لكهربة السبطن دي سهلة? يعني عاوزك تفكر. كهربة السبطن دي السبطة ماتفو جوة الالب. محور بكهربة الالب. صعب جدا تقييس كهربة السبطن لانه ماتفو جوة. لك لما عندك موت في الهول. يبقى الترود اللي على الهول ما عندهوش كهربة. يبقى ساحل من خلاله يشوف كهربة سبطن. فهنا كهربة سبطة اللي هي كبتدي كيو. فالاول مرة نلاقي عندنا كيو كبيرة قوي. فاي كيو كبيرة ده معناها ماتفو جدا. طب ام تقول عليها كبيرة؟ لازم تبقى قولنا نوربا اللي فيش كيو كبيرة بالليتس. تبقى اكتر من ربع الار المصاحبة ليه. اكتر من ربع الار. فنقول عليها البالتولوجيكا كيو. طب بالعقل اللي هنا عندي صاب اندوكارديا اللي ما كدبهاش الزمين. صاب اندوكارديا الانفاركشن هنا. حالي ما فيه هول دي سليمة. فيه هول عشان كده بماشي كيو خط. بسموها انا بطولوجيكا كيو. عندي انفارشن والكيو زي خلو صغارة جيدة انا مش باقي. دي ما كدبهاش مانزة والتالي. عايدها تاني ونقفل بكده انا خلصت. عايدها تاني حتين دونه نيف. عايدها تاني. بصوا معايا. وبنهاية كيو ار اس سهلا. لا لا عدت بعرفوه. وبنهاية كيو ار اس. مالكش يعمل هو مكتوب. كل البنك اللي في حالة دي. بقى هنا نيجاتل نيجاتل كله نيجاتل. الالكترود هنا على الالكترود هنا. فيه اي الكارر ما بينه. عشان كده كده كنا قلنا مفروض الاستي يسيج من تبقى. عايزوا ايه الى الكارر. لو فيه حتة انجر. هنا الكارراش مزبوط وانا فيه كارره مزبوط. يحصل ما بينهم حاجة اسمع تفرق بقى. لو الحتة الميتها يعني كل الجدار مات. يبقى كاررنت هيمشي من الميت للسليل. يبقى راح نحية البص ولا بعيد عن البص؟ بعيد عن البص. فالإي سي جي ينزل تحت. فيبدو ان الاستي سيج من. لكن لو مات بس حتة تحت الاندوكارر. يبقى كاررنت هيمشي من حتة التعبير الحتة السليمة اللي هي حلحة الالكترود. يبقى روحنا البصر. يبقى الاستي جي تطلع لفوق. فالاستي سيج من تبدو نازل. ده في البدايات. في البدايات. لكن لما حتة تموت فعلا في الميت كارردف كالما فقاش كهرباء خاص. كالا حتة ما بيش فتحة بالقلب. هيتا فاشة ايه كهرباء. فالكترود عليها يرقض كهرباء السلطة. يرقض كيو كويس قوي. كيو اللي كان مفروض مبانش بقى زي فول. قال عن حاجة انك تبصوا على اي سي جي تلاقي كيو واضحة بالعيات. يبقى ده معناها عنده قوض من كارد الفارش. طب امتى كيو مبانش؟ لو ما ماتتش كل الايه؟ الجدار مات الصابل لكاربه بس دي ما كتبهاش الجميع. هاي سموها ننبطولوجيكال واحد عنده والكيو زي فول. مش كبير. سموها ننبطولوجيكال كيو. يبقى بقصار شريد هراخة صابتين دول هما هيتشبو ان البوتاسيوم بيمسل ضايروك الري ولا الدي. مين الويب اللي اللي تمسل البوتاسيوم. البوتاسيوم بعيد. البوتاسيوم موضي. دي المعلومة الوحيدة لعودة بالصرحة العورنية. معلومة التانية. لو حتة في الماكارديان بازل. بنهاية بلل ما كله زي الفل كله نيجاتب. في حتة دي حتة ما ما مزبوطه. حتة مش مزبوطه. بيحشر ما بينهم كارد. بيسميه ايه؟ انجي كارد. تفرق اي حتة اللي باقي كل جدار ميت. يبقى هنروح ناحية النورمال. نبعد عن الالكترود. يبقى الاس بيالنزل. تبدو الاس بيالنزل عالية. لو حتة صغيرة هي بس الميتة. يبقى هنروح ناحية النورمان اللي هو ناحية الالكت warned. يبقى الاس بيالنزل. يبقى الاس بيالنزل. يبقى بدايات الاصابة ان طلعت ونزل. هي ما طلعتش ونزل مني طلع الاس جي كله. اذا طلع تبدو هي نازلة. اذا نزل تبدو هي. طلع. طب ما اتطلب ما هي حتة في المنطقة ده؟ يبقى كأن في حتة بيبهاش كهربة. يبقى الكتروب لعيها يلقط يطيق كويس بتاعة سبطة للجوم. سموها تبع تيو بيرة كده اكتر باللوقع الار وطويلة. اما ازا حتة الغرة ماتت في الجدار. يبقى دي سليمة فيها الكهربة مش هيلقطها للجوم. لان هنا في الكهربة مغلوش عليه للجوم. يبقى ما يبانش تيو خالص. هيسموها من فرخان وكذلك الواضح للجوم. يبقى ما أتشاهدنا. تأكيد المواقع الوصدقة لذا. يسيق بالمقراطة لذاني. أبقى ما أتشاهدنا. أبقى ما يهدو التغيير في السهل. أبقى ما يوضح لك يا رعيك. نحن أتشاهدنا فتحين تغيير في الإنسانية. أبقى ما أتشاهدنا. سيكون قد الهدى باللعيك باللعيك. شكرا